قل chciaول البروتين يعني تأثيره الإيجابي على الشعرية يعمل إيه؟ البروتين أولاً بيمنع هايشان الشعرية بيخلى الشعرية شكلها هيل سيد جد تقصيف الشعرية بين الوقت والتاني أنا لازم بنشيله ما بين الفترة والتاني ما بين 3 أو 4 شهور بنشيل التقصيف اللي في الشعرaya في الطرف من تحت تمام شكل الشعرية بيختلف مع البروتين من نحية علاده من نحية تقصيفه من نحية هايشانه من نحية البريط بتاعه الطبيعة تجي المرأة شعرها زي ما حرك لتهرتي في أول البرنامج فلازم نهتمي بيه لازم نهتمي بيه جدا لازم شكل الشعرية النتورال الطبيعي يكون موجود فيه شعر بيكون كرلي وبنقول ده شعر بايز لا طبعا الشعر الكرلي مش هايش بيبقى شعر كويس دي طبيعة الشعرية كرلي المهم ما يكونش هايش هيشان الشعرية في مشكلتها نفسه هيشان الشعرية التأصيف الشعر القصير اللي بيبقى جوة الشعر في ناس تيت بتقول ده شعر متقصف الشعرية دي مش متقصفة الشعرية دي الشعر اللي بيقع من حضرتة أو من أي حد في الفترة اليومية اللي هما بين 150 أو 200 شعرية ده بينتد عنها بعد كنا أنه هو بيطلع فبيطلع بطول معين بيصغر وبيتبر مع الشعر فبيبقى كون فيه زي البيبي هير في الشعرية فده طبيعي لده الشعرية لها دورة بزبط بتليف في 3 شهور تقريبا التقصيف الشعرية بيبقى في الطرف الشعرية من تحت مش من فوق مش من ناحية الجبع مش من ناحية البيبي هير الكلام ده طوله برضو طول طب اياهما أخطر الشعرية اللي بتنزل بطولها ولا الشعر اللي بيتقطع أحيانا نلاقي القصة اتقطعت الشعر نفسه بيتقطع ده الخطر ده الخطر ده الأخطر من الشعرية اللي بتنزل بطولها طبيعي الشعرية بتنزل بطولها دورة الشعرية الطبيعية بتنزل وبيطلع متانها شعرية تاني ده طبيعي لكن الشعر اللي ينزل متقصف أو ينزل متقطع ده موضوع تاني خالص بك سببه إيه؟ ده سببه إن الشعرية خلاص مش قادرة تستحمل متنها خلاص مش قادرة يعني خلاص الشعرية هلكت من شغل عليها إذا كان كامتل إذا كان فير إذا كان بيبليس إذا كان حاجات حاجات معرضة لحاجات تير جدا مش كويسة بتلاقي الشعرية مع الوقت نزلت متقطع زي زمان لما كانوا بيعملوا الفرد ده أو الحاجات اللي هي البرملانت الكلام ده تقوله كانوا طبعا بيعملوها بمواد كلموية رهيبة ما تقدرش الأرض نفسها ما تقدرش تستحملها حياتك قبل الهوى قلت لي حاجة يعني ترعب أهو فعلا يعني كأن بطاس مادة البطاس مخففة مادة بطاس مخففة على كريميت بتتحط على الشعرية عشان تفرد الشعرية الشعرية بيحصل لها مرة واحدة بتتهرب فتتفرد فطبيعي خلاص الشعرية بفرجت مادة كلموية مادة كلموية بيبقى عليها السوديوم وعليها حالة طبعا ده الموضوع بيبقى مشكلة ده لكن الفرد دلوقتي اختلف لا طبعا الموضوع اختلف مع الكرياتين والبروتين الموضوع اختلف طبعا ويفرق برضو موضوع الماتيريا النفسها ما هو مش أي ماتيريا الممكن اشتغل به ومش أي حد ممكن تروحي تعملي عنده البروتين أو الكرياتين لا طبعا لازم تطوني وصلة فيه مين اللي هتروحي تعملي عنده واصلة في المكان واصلة في المتاريال اللي بيعمله واصلة مين اللي هيعمل كل ده بيفرق لقدم طبعا طبعا أنا لما بروح أعمل بروتين مثلا أتأكد إزاي أن النوع ده مناسب لشعري ما احنا ما بنبقاش عارفين حاجة أتب في بعض الناس دي فمن حقي أنا لو كلينت عند حضرتك أو زبونة عندك وقلتلك أشوف المنتج اللي هتعملهولي أشوف ده ده من حقي طبعا لازم تشوفيه ولازم تعرفي ولازم اللي بيشتغل مع حضرتك اللي بيقى واصلة لعرف إن الشعرية دي محتدق إيه محتدى تريتمنت بس أو محتدى تريتمنت وفرد بس أو محتدى فرد بس ده بيفرق شكل الشعرية بيفرق إحنا كمان إن شاء الله في الحلقات الجاية هنعمل كلام ده على الهوى هنعمل حلقات دي لايف فرق الشعر من قبل وبعد على الهوى وهنشوفه مع بعض إن شاء الله فلازم يبقى واصلة في اللي انت بتتعامل معي عارف إن هو هيتعامل مع شعرة فعلاً بضمير إن هو يعرف الفرق ما بين ده وده لازم فرق ما بين الشعرية دي محتدى إن هي علاية البس أو محتدى فرد بس أو محتدى فرد وعلاية المعباد